أهلاً بحضراتكم مرة تانية طبعاً أهم محدث بالنسبة لنا الفترة دي هو مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهل والوداد مباراة صعبة بكل تأكيد صعبة مهمة ما فيش حد يختلف على أهمية المباراة أي مباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أو في البطولة نفسها هي مباراة مهمة طبعاً يعني دي حاجة مش محتاجة أن احنا نتكلم فيها لكن صعوبة المباراة لعوامل كتير ونحن مش هنروح للعوامل دي ونحن نتكلم فيها دلوقتي خالص احنا حفزناها وعارفنها وشفناها وعشناها وكل حاجة اللي حصل في فترة الفات من الانتحاد الأفريقيا وكل الكلام من ده خلاص نتكلمنا فيه كتير إحنا الوقتي نتكلم عن المطش إزاي نقدر نكسب الوداد إزاي نقدر بإذن الله نرجع من المغرب بالبطولة تاني سنة على التوالي نرجع من المغرب بإذن الله بالبطولة تبقى البطولة التالتة على التوالي بالنسبة لنادي الأهلي والحد عشر في تاريخ النادي ده هيحصل إزاي بتركزنا كلنا كجمهور كمنظومة كلها اللي بتتمثل في جمهور في مسؤولين في لعبين في جلس فني في كل الناس كل الناس بتنتمي النادي الأهلي الحديث دلوقتي عن إيه بس؟ عن مطش الأهلي والوداد إزاي نقدر نكسب المطش ده ونتكلم طبعا كور إحنا نتكلم كور إحنا مش عايزين أي حاجة تانية خالص اكسبني كورة هباركلك لكن ككورة أنا أفضل منك ككورة أنا كنادي أهلي أنا أفضل من الوداد على المستوى الفردي والجماعي البدني والتيكتيكي كل حاجة وشوفنا الكلام ده وتبعناه بشكل كبير جدا عن مدار مباريات البطولة الأهلي أقوى فريق في أفريق أهن كانت نتيجة المباراة إيه بالمناسبة إحنا فعلا أقوى فريق في أفريقيا وبأقوى مجموعة ولسه وفتكروا أني قلتلكوا ولسه فيه تدعيمات هتبقى مميزة جدا في صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد بس كل حاجة في وقتها الأهم دلوقتي إيه أن أنت كلعيب كمان تخش مركز المتش تبقى داخل تلعب بشخصيتك بهدوءك بمناسبة الهدوء والضغوط اللي بتبقى على اللعيب ترجمة نانسي قنقر